اشتركوا في القناة لما مريض ينجو من مصير غير صار ما بنا نذكر مفردة احنا في جو صباحي ان شاء الله سلامة للجميع دكتور جمال المسعد كان هناك مريض في الخامسة والسادسة والخمسين من عمره كان متعرض لحالة تقريبا ميوس منها بهذه الأيدي الطيبة انتوا الكوادر العاملة في مستشفى الجامعة الاردنية فتحته اما منافذة جديدة على الحياة ناخذ منك التفاصيل يا ستي صباح الخير لك والسادة المشاهدين يعني الحقيقة انه ما بدنا ندعي انه هو يعني تميز ولكن هو بدنا نركز على الجهد المميز يعني هذا المريض عمره ستو خمسين سنة عانى من ورم من ورم خبيث في مكان في جسمه اللي هو اسفل ظهره تمت معالجته عدة مرات واجي له عدة عمليات ولكن للأسف يعني لم يعني تنجح نجاحا تاما هذه العمليات واقفل الباب أمامه نعم انه لا نستطيع عمل شيء لهم وجاء الى مستشفى الجامعة وصحيح يعني احنا ترددنا كثيرا وادخلنا الى المستشفى ودرسنا حالته وطبعا احنا بهمنا البعد الانساني نحكي عنه قبل البعد الجراحي بس انت استعملت كلمة أقفل الباب أمامه نعم مين يعني هذا مبني للمجهول من هو المجهول هنا مين اللي قال له انه حالتك يعني تكاد يكون ميقوس منها يا ستي هو اذا نظرنا الى حالت هذا الشخص بمنظار فردي نعم وجهد فردي يعني ممكن لا يستطيع احد انه يعمله شيء ولكن اذا تضافرت الجهود من قبل عدة اختصاصات وكان فيه فريق متكامل وكان فيه خطة له نعم وهناك نوع من الدافع عند الدكتور لانه الطب ليس عمل بس جراحة وازالة او رام نعم ولكن يجب ان يكون هناك فلسفة من وراء العمل طبعا الفلسفة هي يعني احنا لا ندعي شفاء الناس او يعني ان يبرؤوا من امراضهم تماما ولا ندعي ايطالة الاعمار فالاعمار بيد الله كما تعرفين اكيد ولكن احنا يعني فلسفة جراحة الاورام اللي هي يعني نوعية الحياة التي يعيش هذا الانسان فاذا نظرنا الى نوعية الحياة يعني حتى لو انسان عاش لفترة بسيطة ولكن يعني لكواليتي تبعت الحياة طبعا جيدة هذا انجاز يعتبر هاي فلسفة تحترم جدا نعم نعم فمن خلفية هذا الدافع انه احنا المريض يعني ازالة المعاناة اليومية عنده كانت هي الهدف ولكن يعني يجب حساب كلفة العمل طبعا الكلفة ليست المادية ولكن الكلفة الصحية على المريض نعم يعني كيف بده يترك بعد نهاية العملية نعم فال يعني لما كان بشوف طبيب معين الطبيب كمجهود فردي لا يستطيع عمل شيء لهم ولكن بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة في مستشفى الجامعة والكوادرة الطبية عمل الفريق العمل الفريق نعم يعني هذا يعني هو كان السبب في انه نستطيع انه نعمل له شيء يعني عندما يعني دكتور الأورام مع دكتور التجميل مع دكتور التخدير مع دكتور الأعصاب مع دكتور المسالك البولية وكل له فريقه يجتمعون يضعون خطة يعني بعتقد انه هذا هو سبب بصف الإنجاز يعني ذو طعم آخر لأنه عمل فريق نعم نعم احنا بعد اتناك دكتور جمال مسعد بننشوف هذا التقرير لعده زميل الموفق شريدي مع الطبيب مع المريض عزت نعم نشوفه مع بعض ونستأنف حوار شكرا مرحبا أخي الكريم مرحبا بمهلا تعرف عليك عزت مرعي بداية أن أستاذ عزت سلام الله يسلمك أستاذ عزت يريد تحكي لي بداية أن شو اللي صار معا من فترة زمنية صارت معا كتلة دهنية هون بالفقد وغط عباد ومستفى التشمية فيلمية وردت جيت هون هون اشي خاصو حالتك انه ان شاء الله انه خير مستشفى الجامعة اشي يعمل لك بعد تشخص الحالة مستشفى الجامعة تعالج فيي قاعد مشكورين وبشكر الدكتور اللي يعني فعلا اللي هو اسمه جمال مسعد والدكتورة براكة صالحة مستشفى وفينا هي كمستشفيات وهي كدكات ولطيفين جدا ومنهم بعيد الشكر للدكتورة جمال مسعد فعلا والجامعة الأردنية اللي شفته برفع الرأس أنا كنت مرع يعني كثير في الخارج وشفت بعيني إنه لا هنا على مستوى إحنا الحمد لله على مستوى أوروبي أو مستوى عالمي باللطف بالمعامل بالمعامل بكل شي الحمد لله الحمد لله صدقا يعني أنا لا أنا زلني عمر ستة وخمس سنة وما بدي أي شي من الحياة إلا أصدق إنه فعلا أنا أصدق منهم جدا من المؤسسات كمان كثير يا سيدي الحمد لله وبتمنى لك والدي ألف سلامة وإن شاء الله بتعود لبيتك سالم وعافى شكرا 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 سلامات للمريض عزت إن شاء الله السلامة لكل المرضى نرجع نسألك أيضا دكتور جمال مساعد قبل أن تخل دكتورة بارقة حتى نعرف شو يعني اختصاصي جراح تجميل وترمين في عمليات هذه هل ينسحب على حالة المريض عزت يعني الحالات المشابهة هل هي خاضعة لجراحة ناجحة مثل ما حصل مثلا أو لكل حالة لها خصوصية في ما تعلق وإشي من هالحياء اللي أصدق إنه فعلا أنا صوت منهم جدا من المؤسسات كمان يا سيدي الحمد لله وبتمنى لك والدي ألف سلامة وإن شاء الله بتعود لبيتك سالم وعافى شكرا 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 سلامات للمريض عزت إن شاء الله السلامة لكل المرضى نرجع نسألك أيضا دكتور جمال مساعد قبل أن تخل دكتورة بارقة حتى نعرف شو يعني اختصاصي جراحة تجميل وترميم في أعمال يامتل هذه هل ينسحب على حالة المريض عزت يعني الحالات المشابهة هل هي خاضعة لجراحة ناجحة مثل ما حصل مثلا ولا كل حالة لها خصوصية في ما تعلق بالورم يا سيدي كل حالة يجب أن يكون لها خصوصية نعم طبعا نحن في بعض الأورام عندما تكون متقدمة يعني الإمكانيات إزالة الورم إزالة تامة قد لا تكون يعني ناجحة فأورام كثيرة الآن معالجتها تتم بعدة أساليب وبعدة أشكال يعني مثلا من الأورام خلينا أعطيك مثال على ورم المبيض عند النساء فحتى لو كانت الحالة متقدمة يعني إزالة جزء كبير من المرض ويعقب هذا معالجة كيموية نعم يؤدي إلى يعني نسبة معقولة من الشفاء خلينا أحكي ولكن بعض الأمراض الأخرى يعني المعالجة الكيموية لا تفيد فيها وبالتالي جزء منها يعني غالبا ما بفيد فيجب دراسة كل حالة وهي يعني يعني الحمد لله بحكي بالنسبة أنه إحنا عندنا يعني التخصصات الفرعية اللي صارت يعني نقول جراحة الأورام يعني طبيب الأورام اللي مختص بجراحة الأورام يجب أن يكون على الطلاع بطبيعة كل الأورام الموجودة نعم وأية أورام تحتاج إلى جراحة فقط وأية أورام تحتاج إلى جراحة ومعالجة بالأشعة ومتى يبدأ كل يعني موداليتي أو كل نوع من أنواع هذه الأدوية نعم فمن هنا يعني نركز على التخصص الفرعي لأنه هذا يعني يعني باطل طبيب صحيح الجراحة يعني من ناحية تقنية يعني كثير من الجراحين يستطيعون عمل هذه وعن الحمد لله أطباء جراحين متميزين وناجحين ولكن الأورام بالذات لأنه يعني بدها معالجة من عدة نواحي فبالتالي يعني بنصح أنا أنه يكون يعني يعني الأورام السرطانية أنها تعالج من قبل متخصصين في هذا لأنه زي ما بيحكوا أنه يعني أحسن فرصة هي أول فرصة بتقابل الإنسان ضبط مثلا عملية زي هيك دكتور جمال أديها أخذت وقت والله أستي هذه العملية كثير طويلة أديها يعني يعني بحدود 8 ساعات 8 ساعات نعم وأنتو فريق كامل نعم 8 ساعات يعني أنا والدكتورة يعني وقفين على المريض طبعا يعني يعني أتخلى لها قليلا من الراحة ولكن العمل هي متواصلة لمواد 8 ساعات الدكتورة بارقة صلاح اقتصاد الجراحة تجميل وترميم في عملية مثل عملية سيد عزت يعني كان لابد من التجميل والترميم مثلا أوليع يعني هل هذه الجروح تترك يعني علامات لأنه كما ذكر الدكتور جمال فكان هو عمل فريق متكامل فبعد أن قام الدكتور جمال باستقصال الورم من منطقة أسفل الظهر ومنطقة الحوض ترك هناك جزء من الأنسجة مفقودة فلا نستطيع ترك المريض بهذه الصورة فيجب إعادة تركيب أو بناء هذه الأنسجة بحيث أنها تؤدي وظيفة في المستقبل نعم